تراجع عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 40% خلال أول شهرين من العام الحالي وذلك بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة وكشف التقرير أن إجمال عدد الرخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 3597 رخصة أما إجمال مساحة الأبنية المرخصة فقد بلغ 1.124.000 متر مربع واللوقوف على أسبابي وأثار تراجع أداء قطاع البناء والتشهيد في المملكة معنا الخبير في القطاع العقاري كمال العواملة سيد كمال أهلا وسهلا بك معنا إذن انخفاض كبير في هذا القطاع كيف سينعكس مباشرة على المواطنين الواقع الانخفاض له أسبابه هناك أسباب خارجية وهناك أسباب داخلية الأسباب الخارجية معروفة إلنا جميعا وكان الله في عون إخواننا في الدول المحيطة لكن نتكلم عن الأسباب الداخلية باعتقادي هذا الانخفاض انخفاض ضخم وكبير جدا ويصل إلى 41.9 يعني 42% عم نتكلم عن الربع الأول من العام الماضي كما تحدثت أنه عدد إجمال المساحات المرخصة الآن كانت بحدود المليون ومئة ألف متر مربع بينما في العام الماضي كانت مليون وتسعمائة ألف يعني هذا الانخفاض انخفاض ضخم كبير أنا بدي أحلل هذا الرقم مبدئيا أنه لما في عندي أنا حوالي 800 ألف متر مربع انخفاض هذا يعني أنه بحدود المبنى معدله ألفين متر عم نحكي عن أربعمائة مبنى لن يكون قائم مثل العام الماضي وهذا باللغة الأرقام الفلوس بحدود الأربعمائة وخمسين مليون دينار وإذا عكسنا على العمالة واعتبرنا أنه كل المبنى في عشر عمال أردنيين منحكي عن مالنا عن أربعة آلاف عامل فقد فرصة العمل خلال المرحلة القادمة في هذا القطع أيضا إحنا منحكي كمان أنه الانخفاض بالأبنية السكنية 2019 كان في عنا 850 ألف متر مربع ترخيص بينما في عام 2018 بتحكي مليون ونصف في انخفاض بنسبة 50% هذا كلياته أدى إليه باعتقادي كأسباب داخلية نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان وأيضا نظام الأبنية في البلديات نظام الأبنية في مدينة عمان هو جاء خلال الشهر الماضي لم يكن بقدر الطموح كان هناك عبارة عن تعديل لنظام صدر في عام 2018 يعني بعد أقل من عام أن تتعدل نظام الأبنية لا يوجد ثبات في التشريعات أيضا في نظام الجديد تم تسليط خطوات معيقة أو إجراءات معيقة للاستثمار حيث كان سابقا هناك شهادة مطابقة تصدر من هيئة المكاتب أو من المكتب الهندسي الآن أصبح هناك يوجد شهادة مطابقة تصدر من نقابة المقاولين وهذا باعتقادي إجراءات ستعيد الاستثمار وستؤدي إلى خروج الكثير من الاستثمارات نعم سيد كمال ماذا عن حالة الركود التي يتحدث عنها بعض العاملين في هذا القطاع بأن هناك ركود فبالتالي لا يوجد استثمار إضافي في هذا القطاع حالة الركود طبعا هي تعود إلى الحالة المحيطة فينا الأسباب الخارجية تحويلات الأردنين في الخارج الوضع السياسي العام لكن باعتقادي أنه إحنا لابد أنه في هكذا أوضاع حتى نحرك السوق وحتى نعيد قوى عاملة نحكي عمانا عن أربع آلاف عامل حوالي تقريبا إذ لم يكن الرقم أكثر من ذلك لابد من تبسيط الإجراءات الحكومية لابد من تخفيف من الإجراءات البيروقراطية لدى الجهات الترخيصية سواء كانت أمانة عمان أو بعض البلديات هذه الإجراءات قد يكون طول مدة الإجراءات الحكومية ترفع كلفة المشروع سابقا كان المشروع يقام ويرخص بفترة بسيطة جدا الآن تحتاج إلى أكثر من ست شهور ما بين ترخيص وإذن إشغال وهذا يرفع الكلفة على المواطن أيضا هناك القيمة التقديرية في دائرة الأراضي انخفضت الأراضي في المملكة الأردنية والمحافظات يعني في عمان والمحافظات بحدود من 20 إلى 30% ما زالت دائرة الأراضي متمسكة بسعر أساس يفوق 20 إلى 30% لابد من تخفيض هذا السعر أيضا بالنسبة للموضوع الإعفاءات سابقا في العام الماضي ماذا عن الشقق المعروضة أو فعليا الموجودات في هذا القطاع في قطاع العقاري والأشياء المطلوبة من قبل المستخدمين والمستهلكين لهذه القطاع هل هناك وفر أم أن هناك نقص الواقع لا نستطيع أن نتحدث عن نقص الآن النقص سيكون في العام القادم حيث تحدثنا عن انخفاض المساحات المرخصة الآن أيضا هناك تشدد من قبل البنوك وارتفاع الكلف التمويلية نتيجة عدم انخفاض دخل المواطن عدم مقدرته على شراء شقة باعتقادي الفائد المرتفعة لا بد أنا باعتقادي أنه دراسة الموضوع بين البنوك والبنك المركزي بتخفيض الفائد للمسكن الأول بحيث لا تزيد عن 2 إلى 3% بعكس ذلك بالإضافة للبنوك دخلت أدوات تمويلية كالشركات التأجير التمويلية مشكورة لكن ما زالت أيضا أسعارها مرتفعة بعض الشيء أنا أدعو إلى إنشاء صندوق للتنمية العقارية نعم سيد كمال هل نتوقع أن يكون هناك انخفاض في أسعار الشغخ والعقارات الموجودة اليوم بالعكس أنا أعتقد أنه سيكون هناك ارتفاع لأنه المعروض خلال العام القادم لما نتحدث في الربع الأول 400 مبنى لم يزيل من قائمة الاستثمار خلال الربع الثاني أنا أعتقد استمرارية الانخفاض أيضا فلابد من إجراءات سريعة لابد من السماح ببناء أبراج سكنية 8 طوابق و12 طابق تخفف الكلف على المواطن بحيث أنه يصير في حركة بالسوق لأنه ما زالت أسعار الشقخ أعلى من مستوى دخل غالبية الأردنيين وإحنا نعرف أن تأمين المسكن من ضمن منظومة الأمن الاجتماعي فهذا لابد نظر إليه وسريعا نعم الخبير في القطاع العقاري كمال العوام لكنت معنا شكرا جزيلا لك